أنا أعتقد وتحدثت عن هذا سابقا أن الأخوة الصدريين لن يطول غيابهم عن المشهد السياسي والانتخابي هما بالنتيجة عدهم جمهور وعدهم مسؤوليات وعدهم فعلا تحسس للقضايا الوطنية بشكل واضح والقضايا السياسية وبالنتيجة لن يطول غيابهم عن المشهد الانتخابي والسياسي إذا لم يشتركوا في مجالس المحافظات بشكل واضح ورسمي في هذه الانتخابات وقد يقاطعونها بشكل رسمي عبر بيانات سيد مقتدى أو الأخوة الصدريين أو الكتلة الصدرية أو المكتب الخاص لا نعلم ذلك حتى الآن لكن أتوقع بشكل كبير أنه سيعودون في انتخابات البرلمانية القادمة طيب السينيروهات المحتملة للانتخابات المحلية المقبلة فيما يخصكم أنتم كإطار تنسيقي أو القوى السياسية الأساسية التقليدية الشيئية هل الإطار التنسيقي من الأفضل له أن يدخل بقائمة الانتخابية الموحدة أم بقوائم مختلفة بالمسميات المطروحة هو فعلا حتى أكون جدا واضح ومحدد معك كان هناك محاولات ومفاوضات ولا زالت قائمة إلى اليوم في أن القوى الإطار أو القوى الأخرى القريبة من الإطار كذلك أن تشكل اتلاف انتخابي في كل العراق موحد لكن إلى الآن لم تصل هذه المفاوضات إلى مرحلة الحسم أو مرحلة الاتفاق بهذا الخصوص فقد نشهد وهذه نقطة أثيرها قد نشهد أكثر من قائمة للإطار في الانتخابات لكن القدر المتيقن سنشهد قائمة باسم الإطار التنسيقي تنزل للانتخابات مجالس المحافظات وقد تشارك قوى الإطار ككل ومعها قوى أخرى في اتلاف موسع في بعض الدوائر الانتخابية يعني قد ينزلون بأكثر من قائمة في بعض الدوائر وقد ينزلون بقائمة موحدة في دوائر أخرى اشتركوا في القناة